بعد طول انتظار طلع الكتاب وأخيراً وأخيراً أداب المائدة نصيحة بصفحة مع كارمين حجار قدي مبسوطة ما فيه يخبركن قدي فرحانة ما فيه وصف لكن عن جد الكتاب 365 نصيحة ب365 صفحة بيحكي عن أداب المائدة عن ترتيب المائدة إذا كنا عزمين إذا كنا معزمين إذا كنا بالمطعم إذا كان open buffet شو منعميل وبيحكي عن الأكل كيف بيتكل بالإيد مش بالإيد بالشوكة بالسكينة كل هيدور القصص موشودين على شكل نصيحة بصفحة وباختصار هالكتاب هو قطعة من كارمين حجار حلمي إنه يشوفه بكل بيت وبكل دار ولأنه العطاء هو إيمان عندي كان القرار أنه نشيل دولار من سعر الكتاب لمركز سلطان لأطفال الصغار الأتكال على ربنا بكل شيء والشكر لربنا على كل شيء إذا بدكم الكتاب ممكن تضغطوا على كارمنحجار.com أنا بحبكن باي كارمن حجار قدي أنت مبسوطة بالكتاب قدي نحنا فخورين فيك قدي بتحكي من قلبك بموضوع يمكن هو موضوع يومي الناس بيفكروا سهل بيفكروا أنه هيك بيجي لوحده بينما هو هالقدة بده إتيكات مثل ما يعني موجود بهدف هالكتاب ونحنا منقلك منحبك كتير مبروك الكتاب أول شيء مرسي كتير لكم نبدي بالأول صبح المشاهدين بدي أشكرك من قلبي بالفعل الكتاب إجا نتيجة تقريبا سنتين ثلاثة على مواقع التواصل الاجتماعي بقى حبيت أنه اللي عم نعمله على صفحات الإنستغرام أو التيك توك انترجموا لكتاب سهل ممتنع حلو من حيث اللغة من حيث الحجم من حيث ألوان والريقة اللي بتشبهك يعني بقدر حطه أنا بالجزدين أقري وين مكان إذا بمطعم إذا على التيارة إذا وين مكان يعني هذه لزة هالكتاب كمان ونصيحة بصفحة أسطية مظبوط يعني بتعرفي فيه كتير كتب عن الاتيكات فيه مجلدات بتعرفي لأنه زمن زمن السرعة ولأنه كل المتابعين الحلوين على صفحات المواقع التواصل الاجتماعي لك لا صفحة كارمن حجار للاتيكات كلهم شباب وصبايا بقى حبيت أنه تكون الفكرة هيك شوي على السريع نصيحة بصفحة بعربة سهل سهل منه هالعرب وإن الله راد رح ينزل كمان بالفيرسيون بالإنجليزة بقى حبيت أنه يكون هيك سهل ممتنع حلو هيدا اللي أفهم كتير مهم بحب فرجة هيك الكتاب ألوانه قدي ريئة بتشبه أكيد الكفر يلي من بره صورة كارمن بألوانها الهيدي اللي منعرفها ممكن على كل وسائل التواصل بصوتها وشخصيتها وهيدي ألوانها كمان يعني تقريبا بتشبه أكيد محتوى وشخصية يلي كاتبته كتير مهم كارمن يعني من شوفك بتشبهي حالك وين ما كان إذا كنت عم تحكي على السوشال ميديا وحتى على اختلاف وسائل السوشال ميديا الإنستا بتختلف عن التيك توك مقابلتك على التليفزيون بتختلف عن أنه نشوفك عم تعملي فيديو لوحدك كتابك هلأ أنت هيدا يعني بيعكس مصداقيتك بيعكس خبرتك يعني وبيعكس أكيد سائط الناس بيلي بتقولي بالفعل مدام ماجي أنا بالحقيقة بلشت لما نعملت حبيت الاتيكات شغفة هيدا الباشن تبعيتي طبعا تأثرت بي مدام إمي سكر ما بعرفها شخصيا بس كنا ننطرة لأن وجه لكي للتحييات من قلبنا كنا ننطرة مناطرة نسمع شو عم تحكي وشو عم بتخبرنا وكان شي جديد بعلمنا العربي بقى أنا بس ما كبروا الشباب حبيت أني وفلوا على الجامعات حبيت أني علما أني أنا عاملة بيولوجي لا علاقة أبدا بالاتيكات حبيت أني سافر وتمرس أكتر بالاتيكات سفرت على بلجكا وعلى لندن تمرست أكتر بالاتيكات بس ما رجعت طبعا فتت على وسائل الإعلام كتير كنت ضيفة ضيفة مش عندي فكرة سابقة بقى حبيت قلت أنا ليلة حتى كل مرة بمطرح خليني يكون عندي على مواقع التواصل وبالفعل بلشت بال2019 صفحة الإنستغرام نعم مثل ما قلت مدام ماجي منا هيني أنك تخاط بفئة عمرية بين 18 لل35 سنة هيك بتقول الإنسايت طبع الإنستغرام والتيكتوك وأنا بلشت عليهم فيهم قبل قبل ما الكورونا قبل ما طبعا بتجيع من ولاد الشباب هيك مبسطت لتفاعل الناس مع المادة اللي هي إتيكات ما بدنا ننسى مدام ماجي أنه هالمادة هيدة كانت شوي مش شوي وبعدها لهلأ بتنقذ يعني ها هلأ أنت إتيكات يعني أنتو بتكونوا برات الحياة الواقعية أنتو عم تعلمونا الشيء يعني غلط منستعملو ايه ايه شيء أنه لك وين بالك أو شيء لا this is not the fact لا الإتيكات هو حسن معاملة نعم هو زوئيات هو أدبيات هو حسن تواصل صحيح يفتحنا علاقات جيدة مع الناس بالفعل وينما كنا بجمعتنا بمدرستنا ببيتنا بشغلنا على الطريق مع الناس اللي منعرفون واللي ما منعرفون لهيك أنا حبيت وقالي يعني أنا بفتخر بحالي أني قدرت برغم من كل الصعوبات والتحديات يقلولي أنت بنت مع العمرك 60 سنة هلأ صاروا 60 كانوا قبل أقل أنه رح تقدريت يكون تقنعي أو تحكي صح وتتوجه إلى فئة عمرية كمي شبابية صغيرة يعني أنا بتفاجأ أوقات بتتعرف على ستات من عمري ما بيقلولي نحن متابعينك بيقلولي أولادنا أولادنا متابعينك بقى هيك شي بكبر القلب لهيك مثل ما حضرتك قلت كان لازم هاللغة السهلة هالسهلة الممتنة نتوجه فيه للشباب والصبايا مش بيه أنه لازم نعمل هيك ما لازم نعمل هيك صح بطريقة سلسلة أسوك حيات يعني هو أسوك حيات بالنهاية ستكار من كتير المهم يلي عم تحكيه أنه حسب الانسايتس تبعيك الفئة العمرية اللي عم تهتم بهالموضوع ويلي هيك فجأتنا شوي أنه هن الصغار يعني فإذن هن عنده نقص كان بهذه المعلومات وأكتر من هيك وصلهم أسلوبك لأنه هالفئة سعبة كتير سعبة تلحق نيس تقتنع منا خصوصا بهيك موضوع فإذن عندنا نقص يعني هذا بيدل على أنه نحن منحب نعرف أكتر منحب نعرف أكتر كيف نحسن علاقاتنا مع الناس مش هي أنه يكون أنا عم بتعلم بس كيف أكل وشو حط على الطاولة بالعكس شفت شغلة كتير مهضومة راحت من عندي يمكن هيدا من أداب المائدة لا نصحح إطلاقا أخطاء الآخرين لا ننطلق لا نعطي ملاحظات بل نتجاهل لا ننتقد صح ما مننتقد هيدا أهم شغلة أنا إذا بدي شوف الغلط هنا كمان نكين بأداب المائدة أو بسلوكيات ساعدية بالنهار ما مفروض أنا وللأسف نحنا في عنا تاندانس أنه نحنا نحجم الأشخاص مية بالمية ونقللهم أنت غلطت ونحط على عينهم ما بعرف هيك بلكن بتعطي هالشي سيئة وحب يفكر خاله أنه هو عم يعطي سيئة بلعكس هيدا مش ثقة أبدا هيدا تجريح بالنس لهيك من كواعد الاتيكات أنه أنا حتى لو شفت الغلط لازم أعمل حالي لا معي خبر ولا شايفي ولا إيشعة أنا بقللهم على طول حتى الأصدقاء اللي بظهر معهم بليز كونوا عراحتكم وصدقوني بصيروا يقولولي قوعد تطلعي فينا بلا ناكل عراحتكم بليز كونوا عراحتكم الاتيكات مش لحتى ما تكون عراحتك صح الاتيكات هو ترتيب هو فاين تيونيك هو هالزيت اللي منحطه بين مفصلة لببين لما يزاي يزدق هو هال حلول بيأدى بالمائدة هو هاللغة اللي أنا بدي أحكيها لما ديك أنت اللي عم تاكل بيوجي مش غلط أنا هلأ في قصصة بتتاكل مثل ما بدنا نشوف بالكتاب بالإيد وبالشوكي مش هيدا المهم المهم أني أنا الشخص اللي قاعد مقبيلي ما يقرف من طريقة حكي صح من طريقة أكل من الحضورة من حضورة ما يكون ممكن أنا أزعجوا على الأكل بالكلام اللي عم بحكيه صحيح مش بالضرورة بطريقة الأكل لهيك هيدا الاتيكات هي لغة نتعلمها بكل الأعمار ولكل الناس نحنا مثل ما قلت مادم ماجي نحنا عنا أخلاقياتنا وعنا أدبياتنا يعني ما بينقصنا شيء أبدا من الليقة نو باش أنه على هالصفحة نتذكر قصص بلكن أنا بعمل الفيديو ناس بتعرف في ناس بتحب بتذكرها بتذكرها مثل ما أنا بقوله دايما بحكي بشيغة الجمع حتى الكتاب بشيغة الجمع أنا عم بذكر حالي قبل ما أذكر الآخرين حلو هالتذكير هيدا وفي ناس ما بتعرف كمان بتتعلم بطريقة مانا أجراسيف صحيح مانا أنه أنا شوكي وسكيني وقوعها هيك وقوعها هيك لا بالأول بلشت بنصيحها بدقيقة على شكل آفية أعطي النصيحة على شكل آفية حبيتك يغير شوي بعدين لقيت أنه براكتكل أكتر أول ما طلع الريلز نعمل قصة اليس وأنه يعني هاي بتنعمل وهي ما بتنعمل وعلى طول التعليقات مادام ما جاء وقيت كتير بيصير وقلوا نحنا بلنا نكل عراحتنا بقلوا انت صحتين كلوا عراحتكم ما في شي جباري حلو الواحد يعرف بل كان أنا نوجدت إن كنت صبية بلقاء عمل لا أعرف كيف أتصرف كيف أقعد كيف أحكي يعني بدك أنت تقدي عراحتك أكيد ببيتك ترفعي ما بعرف إجريكي على الطاول كتير منيح بس لازم أعرف أنا أنه بقلب مطعم ما في يقعد القعدة اللي قعدتها بقلب البيت أو إذا مدعوة أو معزومة كمان في أكتكات للتصرف غير المطعم يعني كله بيختلف بديقول شغلة هون سيد كارمين قدي الامتش تبعنا أو الانتباع اللي منتركه أول مرة يمكن في ناس مثل ما قلت هلأ أول مرة أنا عم بلتقى فيهم وحيحكموا علي إذا بعرف كيف اترك هالإمبرشن عليهم نجحت بالانتحان نجحت بالمقابلة نجحت بأنه اكسبهم أصدقاء نجحت بكل هالعلاقات الببنية لأنه أوقات يمكن ما برجع بالتقى فيهم مرة تانية وخطأ صغير بيكون من دون قصدي من دون معرفة بيترك هالانتباع هيدا بيعلمنا هالكون كيف تكون جيدة أكيد معك حق مية بالمية هي بدت ثلاث سواني العالم عندها تندانس مش بس لبنانية خلينا نكون طبعا كل الإنسان كإنسان عنده تندانس أنه يعمل سكانينج للشخص اللي بيشوفه لا شعوره بده يحكم بده يحكم وبيقدر ياخد فكرة كيف ولايش مرتبة مش مرتبة ناصحة ضعيفة بتهتمي بصحتي كله هيدول بسبع ثواني بقى ليش ليش لا أنا بعرف هيدا الشغلة ليش لا كون مرتبة لا أقدير مثل هك هيدا بتصير مثل كأني اللي قطته كسبته لا يقدر بعدين يعرف أنا شو بدي أحكي وشو بدي أقول بكون علقته وبما أنه منعرف هالشي ليه ما منطبقه صحيح ليه ما من نحنا منستغل هالشغلة ومنلقط بترتيبنا لحانا الصبايا اللي بقلهم أنا دايما ما علي نتفي الترتيب أنا ما بدي يكون فول الميك أب أكيد بس نتفي الترتيب نتفي التنظيم أعرف شو بدي ألبس تيب البحر للبحر صحيح تيب السهرة للصهرة تيب العزة للعزة يعني فيه لكل مقام المقال هيدا الشي بيعطيني ثقة أكتر وبيحسن من صورتي اللي أنا عم بشتغل عليها طبعا كلنا عم نشتغل عم نشتغل يعني الشركات بتدفع مبالغ طائلة لصورة البرودويتة بعولة بقى نحنا فينا نشتغل على صورتنا بقصص صغيرة يعني ما بدي هالقد منه متل ما العالم بتفكير لأ هي منه فزلكات هي لأتيكات منه حركات منه ضرب بوزيت هي هيك حسن معاملة هي أدبيات هي زوئيات أعرف كيف اتصرف بكل المناسبات هيدا أنا المقدمة حططها هون بكل المناسبات أعرف كيف اتصرف كيف سلم كيف عز كيف سلم هدية كيف اتقبل هدية حتى لو كانت بشعة كيف إذا حدا دفشني شو لازم أعمل حدا سمعني كلمة مئزية وكتار شو لازم أعمل كيف أنا أتجنب أني أنا أقذ العالم بحكي هيدولي كلها قصص يعني الواحد بده نتفت انتباه وصدقيني مدام ماجي أنا على طول بقول لهم نحنا أول من متعلم السويقة نبقى مسكين الجيدون وملبكين هلأ مندعس فران لا هلأ لا كتير ملبكين بس هلأ عم نسوق باللوعي أوتوماتيكيا أوتوماتيكيا وهيك الاتكاد أنا بالأول هيك شوي ببقى عم أفكير بس بعدين بصير لأ ما أفكير أنا ما عم أفكير بقاعدتي عم أفكير شو بدي أحكيكي بينما إذا كنت ما بعرف ببقى قاعدة ملبكي كيف عم بعمل هيك لأ بعمل هيك بصير راح التركيز عن الحديث ورح يبين هيدا التلبك لو التوتر على الآخر بيقدر يشوف هالشي قلت كارمنحجار بنهاية هاللقاء بحب يكون بكل بيت بيقدر يفوتو يكبسو كليك على كارمنحجار دوتكم ويحصلوا على هالكتاب اللي هو أكيد هو أسلوب حياة بسيط جيد ممتع وبيقدر يخلق لنا صورة اللي نحنا منحبها قدم الناس مبروك ألف مبروك كارمنحجار بس بدي أذكر شغلي هو الكتاب 13 دولار في قسم منه دولار عم بيروحوا لمركز سرطان الأطفال هايدي بحب شدد عليها بتمنى إنه شوفوا بكل دار متل ما عم بتقولي لأنه سهل وممتنع ولأنه هيك بيعملنا بلس للفورجن تبعيتنا للنسخة تبعيتنا بيعملنا هيك أدت فاليو أدت فاليو لتصرفيتنا ولحياتنا اليومية صح كان رحالف كما ادت حزقة هناك دمشي